لقي ما لا يقل عن عشرين شخصا حدفهم كما أصيب خمسون آخرون بانفجار قوي عقبه هجوم بالأسلحة النارية على مكتب أمر الله صالح المرشرح لمنصب نائب الرئيس في كابولا وبحث بوزارة الداخلية الأفغانية فأن صالح أصيب بالهجوم مع الرئيس أشرف غني بجروح طفيف في الهجوم وقالت الداخلية أن القوات الأفغانية قتلت ثلاثة مسلحين اقتحموا مكتب صالح المؤلف من أربعة طوابق بعد أن فجر انتحارين نفسه خلال ساعة الذروة ترجمة نانسي قنقر